نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أخلاقنا والواقع مستضيفين معنا فضيلة الدكتور حسن الخطاف دكتوراه في العقيدة الإسلامية نائب عميد كلية الشريعة في جميع حلب سابقا أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله نرى اليوم أن الغرب يعاملنا بأخلاق نسبية إذا كان له معنا مصلحة كنا أصدقاء له وإن لم يكن له معنا مصلحة كنا أعداء كما نرى اليوم بأننا مجرمون أو إرهابيون فما رأيكم بهذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في واقع الأمر هذا الموضوع من أهم المواضيع المتصلة بقضية الأخلاق هم أخي ينظرون إلى الأخلاق نظرة مختلفة عما جاءت به شريعتنا فالأخلاق عندهم هي ما تقدمه من مصالح فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك يقلبون الخير شرا ويقلبون الشر خيرا هذا يدل على ماذا؟ يدل في واقع العمر على أن الأخلاق عندنا أخلاق مطلقة ما تسمى بالمطلقة وأخلاق نسبية أولئك أخلاقهم نسبية ترجع إلى قضية المصالح فالموقف المقصود بكلمة نسبية متغيرة النسبية هي المختلفة من زمان إلى زمان من شخص إلى شخص يعني ليست معيارية يعني مثلا الآن نحن عندنا في الشريعة الإسلامية الأخلاق عندنا هي أخلاق معيارية بمعنى لو أخذنا نماذج من ذلك العدل العدل لا خلافة على أن العدل يطبق على الجميع النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق عندما يقول والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها معاذ الله أن تسرق فاطمة وهي الشريفة لكن ماذا يدل هذا يدل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن هذه الأخلاق وهذه القيم لا ينبغي أن تطبق هنا ولا تطبق هناك كما هو في واقعنا أخي دعنا الآن من الغرب الغرب موقفهم واضح حتى في واقعنا الآن في واقع الثورة وما قبل الثورة أصلاً لماذا قامت الثورة؟ قامت لأن هذه المعايير التي جاءت بها شريعتنا هي معايير متحركة أنا أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لأن هذا الأمر لا يحصر القاضي كان يدفع يدفع بعض القضاة يدفعون رشاوي من أجل ماذا؟ بمجرد أن يتخرج من كلية الحقوق يدفع آلافاً من الليرات من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون قاضياً طيب عندنا الآن مبدأ ليكون هو مبدأ العدالة وليكون مبدأ العلامات هم لا ينظرون إلى مبدأ عندما تقدم رشوة يجعلون الخير شراً والشر خيراً إذن قد تنجح أنت وربما تكون يعني بعيد عنك من أكثر الطلاب كان طلاب ذهبوا طلاب إلى تونس ولا سيما في قضايا الإفات لأن الإفات فيه منافع لا علاقة لهم بالعلم لأن هذا ابن الوزير وهذا ابن الطائفة الفلانية وهذا إذن لحظنا لا يجد هنا قيم بينما تجد شريعتنا تساوي بين الناس جميعاً فالخير على الناس والشر عندما يعني عندما يطبق القانون وهذا من ينبغي أن يطبق على الجميع فالغرب أخي أنت ذكرت مثال الغرب ليس الغرب فقط الغرب والشرق عندنا هنا مصالح نفعية يعني الأخلاق النسبية هي ماذا؟ ربما تكون أخلاق فرد أنا عندما تكون لي مصلحة معك إذن أنا أجعل الحق باطن والباطلة حقاً ربما أقول لم أرك الآن ربما أنا جالس معك وأقول لم أرك إذن هناك أمور كثيرة جداً تقلب هذه الموازين لو تعطينا نماذج من واقع الثورة اليوم الآن إحنا من واقع الثورة أخي فيما يتصل بقضايا يعني بهذه القضايا التي ينبغي أن تكون معيارية هي نسبية حسب المنفعة يعني لنا زملاء أخي لنا زملاء الآن نحن في كليات الشريعة يعني ما يفعل بالسوريين اليوم هو بلا خلاف عند أصحاب العقول وعند أصحاب الضمائر الحية على أنه جريمة إذن ما الذي ينبغي أن يقابل هذا؟ يقابل هذا بموقف بموقف عادل من الجميع الآن أنت عندما تجد فلان لا يترك وظيفته طمعا في الراتب أو طمعا في الوظيفة أو طمعا في السيارة إذن هو كأنه يجعل من الأخلاق نسبية يعني يقول لك أينما كانت مصلحته؟ نعم يقول لك مصلحتي أنا في هذا وربما يغلف هذا جزءا من الأكاذيب وربما يقول لك هذه فتنة ما أكثر ما نسمع اليوم لا سيما من طلاب العلم ممن هم الآن مع النظام يعني حتى مفرق رؤوسهم يغير الحق باطل والباطلة حقا إذن هذه الأخلاق ما هي؟ هي في الأصل معيارية جعلها نسبية لتخدم مصلحته نعم والنماذج من الثورة في واقع الأمر يعني كثيرا موقف روسيا الآن موقف إيران موقف هذا كله هذه اتجاهات الآن إذن هناك علاقة وثيقة بين الأخلاق والاتجاهات؟ نعم الأخي الاتجاه الآن هناك اتجاه الآن يصنع يصنع ضد الثورة نعم وهناك اتجاه يصنع ضد المسلمين نعم الآن يعني هناك اتجاه سائد في أوروبا الآن يعني صاحب اللحية اللحية الطويلة هكذا والشعر المنثور وربما كأنه يعني مصاب برأسه بالجرب هكذا وهناك البعض يتقرب كأنه يشعر أنه يريد أن يكون يعني حضاريا حضاريا وبالتالي يربي الجدائل هذه الطويلة اتجاه غربي الآن عندما ينظر إلى هذه المناظر تكون اتجاه غربي الآن للوقوف ضد المسلمين نعم الآن هم يشويهون صورة الإسلام بأن هذا الشكل هو شكل غير مرهوظ فيه هم يقولون المسلمون هم هؤلاء حتى أمس أحد اليهود يقول عن التنظيم يقول هو الإسلام يقول عن التنظيم بما يفعله بالثوار ومن قتل ومن إلى ذلك هو ماذا يقول هو يقول هذا هو الإسلام لماذا لأنه يريد أن يشويه الإسلام يقول حرفيا يقول الإسلام ليس كما تقولون هو دين الرحمة ودين العدل ودين الإحسان بل هو دين التدمير ودين الذبح ودين القتل وهذه هو الصور أوروبا الآن أخي يتشكل في إيران تشكل توجه كبير جدا على أن القتال في سوريا هو جهاد مقدس لهم ليس أكثر من هذا بل هناك أخي إخواننا يعني وسمعنا يعني على القبضات هكذا يقولون يعني وزينباه أخي ما الذي فعلناه نحن بزينب رضوان الله عليها وحسيناه ما الذي فعلناه نحن بالحسين إذا اللحة لا نشتت الفكرة أخي هناك توجه توجه أخلاقي يغير المجتمع وهذا نوع من الأخلاق النفعية يغير يغيب العقول هكذا ويصنع توجها معين اللقوف ضد الثورة ما الذي نسميه هذا؟ هذا أخلاق نفعية أخلاق مصلحية لا علاقة لها بالأخلاق الكلية المطلقة المعيارية التي لا تتغير في العادة نعم المطلقة المعيارية هي الأخلاق الثابتة نعم نرى هنا من جهة أخرى أن الغرب يتهمنا بنسبية الأخلاق يتهم المجتمع الإسلامي بنسبية الأخلاق يقولون مثلا أنتم رحماء فيما بينكم ولكنكم أشداء على غير المسلمين سواء كانوا مسيحية أو يهودا أو ما شبه وبالأخص كما قلت قبل قليل قضية التنظيم وكيفية تعامله مع الأجانب من غير المسلمين ما رأيكم بهذا الكلام؟ أخي أرجع أقول مرة أخرى قضية الغرب من مصلحاته أن يحمي نفسه هو يشعر بأنه مهدد هذا الدين الإسلامي إذا لمس فطر الناس لابد أن يغزو أوروبا بشكل كامل إذن هو يحاول أن يسعى إلى تغيير الحقائق من خلال هذه الأكاذيب إذن هذا الأمر في واقع الأمر معلوم لهم إذن هذا ما يصنعه الغرب الآن هو أنه من تغيير تغيير الواقع وتغيير الحقائق هو يعلم وهو يعلم عن تاريخنا ويدرس كثيرا وربما يعلم أكثر منه نعم إذن هذه المشكلة حتى قد وصلت إلى مجتمعنا نرى اليوم مثلا جار يقول هذا جاري يهودي أو جاري مسيحي مثلا مسيحي عندنا في حلب على سبيل المثال هذا مسيحي لن أتعامل معه بشكل جيد ما ردكم على هؤلاء الناس؟ أخي نحن سبحان الله شريعتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معاملة حسنة معاملة جيدة مع توفي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ودرعه مرهونة عند يهودي إذن وإلا كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعامل مع من حوله إذن هذه الأخلاق موجودة في واقع الأمر وتعاملنا مطلوب أن نتعامل لكن في الوقت ذاته لا ننسى الشريعة في الوقت الذي تطلب من المسلمين أن يمدوا أيديهم إلى الآخرين جميعا تطلب منهم أن تكون عندهم من العزة والأنفة حماية لهذا الدين هناك على سبيل المثال أو نموذج وهو الصدق الصدق عندنا هو قضية قطعية كلنا يجب علينا أن نكون صادقين هل أباح الإسلام في هذه القضية الكذب لأغراض محددة أو معينة؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل فاصل قصير ونعود أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين هل هناك للأخلاق المعيارية والثبتة هل لها استثناءات؟ الآن بالنسبة نحن سميناها هي أخلاق معيارية وكونها معيارية يعني أنها تنطبق على الجميع بدون استثناء وقد ذكر نموذجا عن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بد محمد سرقت لقطع محمد يدها وما أعظى الله أن تسرق لكن أخي هذه المسألة مرتبطة بقضية المصالح والمفاسد يعني قد إذا جرنا مثلا الصدق لو أخذنا مثلا على ذلك صدق ربما يجر الصدق إلى قضية خطيرة جدا وبالتالي يباح الكذب صوريا يعني ليس هو كذب وإنما هو نوع من درء مفسد كبرى مقابل مفسد صغرى لو تعطينا نماذج على هذه الفكرة من الله النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ من الواقع ونأخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الكذب الذي يصلح بين الناس فأنت عندما تجد اثنين شخصين متخاصمين زميلي متخاصمين تذهب إليه تقول أخي والله تقول أخي فلان عم يذكرك بخير ويمدحك ويقول أنت إنسان جيد وكذا وكذا هذا من عندك هو لم يقل هذا لكن أنت ماذا قصدت هنا قصدت أن تؤلف بينهما فهذا الذي صنعته أنت وليد اللحظة هذا ليس كذبا وإن كان من حيث الظاهر هو كذب فهذا ليس كذب إذن يجوز الكذب للإصلاح بين فئتين بين جماعتين متخاصمتين ممكن نأخذ من الثورة أخي الآن يعني تصور أنت الآن مثلا أحد الثوار مطلوب للنظام وجاءوك على البيت وقالوا لك أخي أنه فلان من الناس موجود عندك طيب هو موجود مخبي عندك ممكن يكون مخبي فإذا صدقت أنت الآن يعني الإنسان هو واحد ممكن يقول لك تخبيته فتيجي تقول والله أنه أنا إذن الكذب هنا واجب أحسن الله إليك الكذب هنا واجب لماذا؟ لأننا هو كذب من حيث الظاهر صراحة لأننا ندفع به جريمة سترتكب نعم نموذج آخر عندما آتي مثلا وأسأل فلان في حي معين هل هذا الشخص إنسان جيد أم غير جيد فلان مثلا إنسان صادق أمين نحسي من أمن فيه هل هنا يجوز الكذب أيضا؟ أخي لا هنا مسألة أخرى هذه صراحة هنا أنت الآن مطلوب منك أن تصدق ولسيما إذا كانت المسألة فيها بيوع وفيها شراء وفيها زواج يعني شخص جاء ليسألك بدي أخذ البنت الفلانية والبنت الفلانية هي جارة لك فهنا يجب أن تذكر حتى ذكر العلماء مما يعني تباح به الغيبة ويستثنى من الغيبة أن تذكر هذه الأوصاف لا لا يجوز هنا لماذا؟ لأننا دخلنا في مرحلة غش هنا لكن هناك مظلوم هناك شخص مظلوم مطارد تمام؟ كما في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما الملك كان يريد أن يأخذ سارة فماذا قال؟ قال هي أختي هي أختي وهي زوجته من حيث الظاهر قال هي أختي لكن هي ليست أخته لكن قصد أنها أخته في الدين نعم من باب أن نعطي العدل لغير المسلمين هل هناك اتجاهات غير إسلامية عندها أخلاق ثابتة؟ معيارية؟ الأخلاق أخي نحن لو رجعنا إلى الفطرة لا نتصور أن غير المسلمين منزوع عنهم الفطرة من يتصور أن الفطرة موجودة فقط عند المسلمين فقط أخطأ خطأا كبيرا غرص الله سبحانه وتعالى الفطرة في نفوس الناس وهذه الفطرة تتآكل ربما وتتغير لا زالت هناك أخي فطرة سليمة ونظيفة لكن هل هناك من الناس من يقول بوجود أخلاق معيارية كما يعني ولا زالت عندهم الأخلاق سليمة؟ نعم هناك أناس كثر ما زالوا يقولون بأن الأخلاق هي معيارية نعم لو تعطينا نموذج محدد فلاسفة القدامى أرسطو وسقراطو هؤلاء ما يسمون بالعقليين كلهم كانوا يقولون بهذا وهذا على خلاف ماذا؟ على خلاف المدرسة الاجتماعية يعني هؤلاء يقولون الأخلاق ما ينبغي أن تكون عليه بينما العكس يقولون المجتمع هو الذي يصنع الأخلاق وحسن الأخلاق وسوءها مرتبط بالمجتمع مثل الأخلاق النفعية والبراجماتية وما إلى ذلك نعم كي نبقى عند هذه النقطة كثيرا ما نسمع فلان إنسان براجماتي الجماعة هي جماعة براجماتية ما معنى البراجماتية؟ أخي البراجماتي باختصار دينه هو المصلحة إله هو المصلحة إلى أي درجة؟ إلى أي درجة يدوس على القيم وعلى الأخلاق وعلى كل شيء في سبيل المصلحة والخير عنده ما تقدمه له هذه المصلحة مهما كان وليمت جميع العالم يعني أمريكا الآن التوجه لبراجماتي الأمريكي أخي هو الذي يسود وهي في واقع الأمر هي الأخلاق الذئبية يعني مصلحتي أنا هي أخلاقي قضية الربا الآن يعني عندنا الآن أخلاق معيارية فيما يتصل بالمعاملات الربا فيها ابتزاز لأموال الناس وفيها أخذ هذه عندنا أخلاق معيارية لا يجز تتعامل بها هناك لو قلت لهم هذه الربا لا أتعامل به يضحكون عليك لماذا؟ لأنهم يتصورون أن الأخلاق حيث ما كان هناك النفع فهي الأخلاق لا يهمهم شيء الحروب التي أخي الحروب الموجودة أخي ليس هذا موقف أمريكا الآن من النظام من حيث الظاغر هكذا الإعلام يقول يعني بأن النظام سيسقط وبأنهم يطالبون بالتخلي لكن من الداخل ما هو أخلاق براغماتية هي التي تجعلهم يقفون مع هذا النظام روسيا إذن العالم في واقع الأمر تسيطر عليه الأخلاق النفعية البراغماتية يعني بمعنى آخر المصلحة فأينما كانت المصلحة فهو الدين وهو الله هكذا عندهم نعم إذن البراغماتية هي المصلحة فحيث ما كانت مصلحتي فأخذ بهذا الخلق لو توسع لنا نماذج من أرض الواقع على إن كان فيه إنسان يعني براغماتي يصحح من نفسه ويكون إنسان غير براغماتي وعلى إن كان فيه مثلا ناس في عندهم شخص براغماتي يتجنبوا ويحسنوا التعامل معه نماذج من الواقع أخي إحنا الواقع في هذا الذي يضبط هذه الأمور هو ديننا فأنا الآن عندما أقرضك مبلغ معين من النقود بعض الناس يأخذ عليها فائدة فائدة ربوية تمام يعطيك مثلا مئة ألف ليرة سوري على أن يأخذ مئة وعشرة طيب هذا موجود في واقعين يتعامل بهذا الأساس هذا معاملة نفعية نحن نقول لو هذا محرم لأن شرعنا في واقع الأمر هو الذي يضبط هذه الأمور النظام الآن ما يفعله النظام ما يفعله الناس الذين يقفون مع النظام اليوم أنا لا أتحدث عن إيران أتحدث عن أولئك عن الوزراء وعن الضباط وعن القادة وعن رأساء الجامعات وعن أساتذة الكليات وما إلى ذلك في واقع الأمر هي أخلاق برغماتية لأنه من خلال هذا الراتب من خلال هذا الراتب يقف مع النظام ربما يكذب علينا ويقول لنا ويقول أنا أريد أن أبني الجيل وحتى لا يتهدم الجيل وحتى كذا وحتى كذا لا أخي الذي حمل نظام في واقع الأمر من السقوط هم هؤلاء البرغماتيون الذي يتصور ما هو يتصور على أن مصلحته هي فوق كل اعتبار وربما يكذب عليك ويقول لك يعني الدين يقتضي ذلك ربما يغير ويحرف وما إلى ذلك نعم قد يأتي بكلمة جديدة ويقول هذا مبدأي فهل المبدأ دائما يكون إيجابيا آه جيد هذا صراحة المبدأ نحن نعلم أخي أنه المبدأ يكون جيدا عندما يتفق مع الشرائح وعندما يتفق مع الأخلاق والقيم لكن المبادئ اليوم هناك نسف للمبادئ ولنأخذ من ثورتنا من واقع ثورتنا المبدأ الآن هذا الرجل المجرم على هذا الكرسي لا يريد أن يتغير هذا عنده مبدأ ويتصور أنه هو أولى بهذا وطائفته وعصابته من حول التقف معه هذه الوقفة هذا مبدأ لكن هل هذا المبدأ صحيح لا يعني حتى لو في نهاية الأمر ملك أرضا بمقدار ما يجلس عليها فهو عنده كافي هذا الأمر هذا مبدأ لكن هل هذا المبدأ صحيح لا لماذا لأنه ينسف كل القيام من خلال هذا المبدأ أخي أبو لهب أبو لهب كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الحق ومع ذلك وقف مبدأ إذن المبدأ هو مرتبط بالمصلحة فإن كان هذا المبدأ صحيحا فنقول صاحب أخلاق حسنة وإن كان هذا المبدأ سيئا فنقول عنه أنه أخلاق ذميمة فرعون كان صاحب مبدأ أما كان يعرف الله نعم في نهاية الأمر عرف الله سبحانه وتعالى وكان يعرفه قبل ذلك لكن حب الرئاسة التي أعمته كما أعمت هؤلاء هي التي جعلت من هذه الأشياء مبادئ نعم إذن البراجماتية هي المدى النفعي وهذا مبدأ خاطئ علينا أن نتجنبه نعم نشكرك جزيل الشكر وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا نشكركم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة لنلقاكم في حلقة قادمة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر